اهلا بحضركم من جديد كلف المجلس الاعلى القوات المسلحة الذي اجتمع بكامل هيئته في جلسة طريقة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرر تشكيل لجنة من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة ملابسات الاحداث الارهابية الاخيرة بسيناء واستقلاص الدروس المستفادة منها كما صدق المجلس على خطة القوات المسلحة لمجابهة الارهاب في سيناء وعلى الاتجاهات الاستراتيجية الاخرى وفي هذا الاطار تقرر عقد جلسة مشتركة مع قيادات هيئة الشرطة المدنية لتنصيق الجهود والمهام وقدم المجلس تعازيه للشعب المصري في شهدائه الابرار بدأ تضويق حظر التجوال في مدينة العريش وباقي مدن ومناطق كمحافظة شمال سيناء اعتبارا من الساعة الخمسة من مساء اليوم وعلن مصدر الامني انه تم تنفيذ القرار وتطبيق الحظر في المناطق التي تضمنها القرار محددا انه سيتم تطبيق القانون على كل من يحاول اختراقه ممنوع الاقتراب هكذا اصبحت تلك المنطقة بعدما شهدت حادثا مروعا اخذ في وجهه ثلاثين شهيدا وتسعة وعشرين مصابا من قوات الجيش مجلس الدفاع الوطني يعلن حالة الطوارئ وحظر التجول بالمنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مرا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية وربما في الايام المقبلة ستقام منطقة عازلة قبل الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة وقد يصل الشريط الى عمك يتراوح بين 1500 و3000 متر حسب ما اكد بعض المصادر الصحفية لم تكن تلك الحادثة فقط هي التي دفعت مجلس الدفاع الوطني الى اتخاذ تلك الاجراءات الصارمة فمنذ عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي وهذه المنطقة الحدودية تشهد الكثير من الدماء في الثاني عشر من يوليو 2013 استشهد ضابط شرطة واصيب مجند في هجوم مسلح على مدرعة شرطة بالقرب من العريش وفي التاسع عشر من اغسطس 2013 استشهد 25 مجند واصيب اثنان آخران خلال استقلالهما لحافلتين بمدينة رفح بعد هجوم مسلح عليهما وفي الخامس عشر من اغسطس 2013 استشهد سبعة واصيب ثلاثة من ضباط وجنود القوات المسلحة في هجوم شنته عناصر مسلحة على كمين للجيش جنوب العريش وفي العشرين من نوفمبر عام 2013 استشهد احد عشر مجندا واصيب خمسة وثلاثون آخرون في تفجير سيارة مفخخة بحافلة كانت تقلهم بالشيخ زويد اما في الحادي والعشرين من اغسطس 2014 فاصيب ستة مجندين نتيجة انفجار عبوة ناسفة اثناء مرور رتل عسكري يضم عددا من آليات الجيش بمدينة رفح وفي الثامن عشر من اكتوبر 2014 استشهد ثلاثة مجندين واصيب سبعة آخرون بانفجار استهدف حافلة كانت تقلهم في شمال سيناء ايا عبد العزيز النهار اليوم افاد موقع صحيفة اليوم السابع نقلا عن مصادر مطلع انه سيتم في الايام المقبلة اقامت منطقة عازلة قبل شريط الحدودية الفاصل بين مصر وقطع غزة وقد يصل عمق الشريط الى عمق يتراوح بين 1500 و3000 متر وحسب الصحيفة فان المنطقة بطول الشريط الحدودية البالغ 14 كيلو مترا تهدف الى كشف الاتجاه لاستراتيجي الشمالي الشرقي امام قوات تأمين الحدود وافشال اي اعمال او محاولات التسلسل عبر الانفق قال شهود عيان ان طائرات عسكرية نفذت هجمات على اهداف بمناطق وقرى تحيط بموقع تفجير العريش هذا وتسود حالة من الاستنفار الامني في هذه المناطق حيث انتشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة على جميع مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء وعلى المناطق التي تم الاعلان عن حظر التجوال فيها منذ الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا فهذا مراسل النهار اليوم نقلا عن مصدر امني باسويس ان قوات الجيش الثالث الميداني والشرطة شددت من اجراءتها الامنية هناك على السيارات المتاجهة والقادمة من والى سيناء عبر نفق الشهيد احمد حمدي واسفل قناة السويس كما يتم تفتيش سيارات المرة تفتيشا دقيقا اضافة الى التقيق في هويات الركاب واضافة المصادر انه تمت زيادة عدد القوات الموجودة عند مداخل ومخارج النفق موضحة ان حالة الاستنفار الامني بالنفق هي اجراء احترازي وطبعي عقب اعلان حالة التوارئ وحظر التجوال وافق مجلس رئاسة الوزارة على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لاضافاته ضمن اختصاصاته قضائيا وهو الارهاب التي تهدد سلامة وامن البلاد والتي تعلق بالاعتداء على منشآت وافراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة واتلاف وقطع الطرق وعقب اجتماعا طارئ اكد مجلس الوزارة انه سيتم اتخذ اجراءات عاجلة وحاسمة للثقر لشهداء الواجب الذين فقدوا اروحهم دفاعا عن الوطن وابنائه ولن يهدأ جفن لزملائهم من ابناء القوات المسلحة ورجال الشرطة حتى يتم القصاصه من الاياد الاثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكرى من جانبي اكد سيادة لواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان تلك الاعمال الارهابية لن تؤثر في مسيرة الوطن وان رجال القوات المسلحة والشرطة سيواصلون مواجهتهم الحاسمة لاكتثاث تلك البؤر الارهابية اضف وزير الداخلية ان المخطط الارهابي خلال تلك المرحلة يهدف لباك المشهد المصري وتعطيل استكمال استحقاقات خريطة الطريق في خطوتها الاخيرة وهي الانتخابات البرلمانية القادمة وان الاجهزة الامنية قادرة على احباط هذا المخطط هذا وتوالت الادانات المحلية والعربية والدولية لهذا الحادث الارهابي فمحليا ادانا الازهر ووزارة الاوقاف والكنيسة الارثوذكسية ووزارة الداخلية الحادث واكدوا وقوف الجميع خلف جيش مصر وقيادتها السياسية لمكافحة الارهاب اما اقليميا ودوليا فنكست الجامعة العربية اعلمها حدادا على شهداء الحادث الارهابي كما ادانا مجلس الامن الدولي وطلب بسرعة تقديم الجنال العدالة في حين استنكرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والامارات والجزائر وايران استنكروا الحادث واكدوا دعمهم لمصر حكومة وشعبا في حربها على الارهاب ادانا محافظ السيوت الواء ابراهيم محمد وفد كريسي واعلامي الحادث الارهابي بشمال سيناء جدلك خلال زيارة هذا الوفد المكون من اعلاميين ومثلي وكالات الانباء العالمية ومثلي الكنائس من 15 دولة على مستوى العالم للمحافظة على احياء مصار العائلة المقدسة هذا وقد نكست السيوت الاعلام على مبنى ديوان عام المحافظة وكذلك دواوين المؤسسات والهيئات الحكومية كافة تنفيذا لمراسم الحداد التي اعلن رئيس عبدالفتاح السيسي لمدة ثلاثة ايام نعت محافظة اسوان اروحها شهداء الواجب الوطني ووجهت جميع المدريات والمصالح والهيئات الحكومية والمدارس لديها بتنكيس الاعلام المرفوعة عليها مع الغاء اي احتفالات او انشطة فنية او رياضية او شبابية لها شكل احتفالي هو حادث مقرم اثيم ارهابي فيه ارجاف وترويع للامنين ولكنه عزاؤنا انه تحت لواء الغدر والخيانة والخديعة والمق التي لا يعرفها المصريون نحن نشكك في من يفعل هذا بانه مصري المصري لا يقتل مصريا ونقول له لقد بقت بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورسدت كاميرا النهار اليوم ردود فعل مواطني اسوان الغاضبة ازاء الحادث الارهابي الغاشم الذي وقع بشمال سيناء الحصل ده المفروض ما يحصلش دول عملين المسلمين بكده وبأي كلام وعد الدبح والعيال دول عيالنا عيال الشعب وهما الشعب الجيش هما الشعب فإحنا طبعا ما نرداش أول حاجة نقدم تعازينا لأهل الضحايا وأولا لازم يشوفوا مصلحة للناس اللي دخلها بالفلوس ودخلها بتمون البلد ودمون الدنيا دي كلها والضحايا اللي راحت دي بسبب الفلوس وبسبب الارهاب وبسبب الدنيا دي كلها أنا عن نفسي كمواطن مصري هو طالب بسرعة بتاع تحويل أعضاء الجماعة الإرهابية إلى محاكمة عسكرية مش هنقعد يا ريس انتبطب على الإرهابيين والله احنا بندين الحادث الإجرامي اللي حصل مبارح دي ده كلهم أخواتنا وأبنائنا يعني وناس عساكر وطالع يعني من بيوتها وعاز ترجع لناسها فبندين هذا الحادث الغشيم وفي الإسماعيلية تولت ردود فعل المواطني الغضبة إزاء الحادث الارهابية أيضا مصر مستهدفة فعلا من لول كتير جدا بأن الشعب المصري ده شعب صبور وشعب بطل وشعب قام بصورتين في ثلاث سنين ضد أكبر عتاة في العالم بالتالي كل اللي بيحصل النهاردة مستهدف به هذا الوطن علينا أن نستيقظ مما نحن فيه علينا أن نسرع في العقاب علينا أن نقف ضد هذا الإرهاب علينا أن نعيد الأمور لنصابها لغاية إمتى إحنا مش هنجيب الناس دي وهنا ما السنين لما مية يموتوا وعشرين يموتوا وثلاثين يموتوا وأحنا ما السنين نعمل رد فاعل الناس دي كده حاسوا نحن ناس ضعيفة مصر دي بلد حاسوا نها ضعيفة ما كانتش بقى فيه فاعل مش رد فاعل نجيب الناس دي من أماكانها اللي هي مستخبئها فيها مش هيحصل حان داننا زي ما احنا كده انا شايف ان ما فيش جديد طول ما احنا بعد ما الناس تموت نقول هنعمل ايه لا قبل ما الناس دي بتموت نعرف احنا هنعمل ايه ختم نشرة تاسعة من النهار اليوم وللتفكير بالعروب رئيس السيسي تقدم الجنازة العسكرية لشهداء الحادث الارهابي بسناء والمحافظات ودع ابنائها السيسي في كلماته للامة العملية وراءها جهتها خارجية واجراءات جديدة على المنطقة الحدودية مع غزة المجلس الاعلى الخوات المسلحة يقلب بتشكيل لجنة من كبار قادة الجيش لدراسة ملابسات الحادث الارهابي المؤتد المتابعة هذه النشرة وغيرها من اخبارينا يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت النهار لايف دوت نت جميع يمكنكم التواصل معنا ايضا على موقع التواصل الاجتماعي الظاهر على الشاشة من بينها فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب اشتركوا في القناة